السلام عليكم مع اقتراب موعد عقادي جناب 2 تصاعدت حدة الخلفات بين أجنحة المعارضة المسلحة وأيضا داخل اتلاف معارضة الخارج وفي هذا السياق جاءت تصريحات قائد الجيش الحر اللواء سليم إدريس لأحدى الصحف البريطانية لتفتح السجال وخصوصا مع مجموعات من المعارضة المسلحة جماعات الجبهة الإسلامية قررت الانسحاب من المجلس العسكري للجيش الحر ومعظم هذه التناقضات تدور حول الموقف من جناب 2 ومن الجماعات المرتبطة بالقاعدة حيث نقل عن اللواء إدريس استعداده للتحالف مع الجيش النظمي لمقاتلة القاعدة لكنه عاد ونفى ذلك إلا أنه أكد الاستعداد لمقاتلة كل من هو غير سوري من المسلحين في سوريا هذه اللوحة المتضاربة بين مجموعات المعارضة ستكون محور القسم السوري في النشرة فيما نتابع في القسم العراقي خلفيات وأبعاد انتقال الهجمات الارهابية في العراق إلى الأسلوب الانتحاري واحتلال المقار الأمنية للدولة وقبل الدخول في تفاصيل النشرة ننتقل إلى غرفة التحرير مع مجازا لأهم وآخر الأنباء وزميلة ريمي معلوفي ليك ريمي شكرا علا ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء إلى أكثر من 25 قتيلا وعشرات الجرحة بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية يمنية وكان مجمع وزارة الدفاع قد تعرض لهجوم مزدوج هاجم بعده مسلحون مبنى الوزارة التي أعلنت في وقت لاحق أنها استعادت السيطرة على المبنى وقضت على المهاجمين أعلن رئيس حزب النور السلفي مشاركة الحزب في الاستفتاء على وثيقة الدستور والتصويت بنعم ودع الشعب المصري إلى التصويت لمصلحة وثيقة الدستور لأنها خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في البلاد ذكرت مصادر طبية ليبية أن مدرسا أمريكيا قتل اليوم بالرصاص في مدينة بنغازي وفي حادث منفصل أفاد مصدر أمني بأن أحد عناصر الجيش الليبي وضابط في الأمن الوطني لقيا مصرعهما أيضا من جهته دعا حراك شهداء الخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر الليبيين إلى الخروج في تظاهرة سلمية يوم غد الجمعة تحت شعار جمعة تحرير النفط وذلك لفك الحصار المفروض على الحقول النفطية من قبل بعض التشكلات المسلحة شدد وزير الخارجيات الأمريكي جون كاري على أولوية أمن إسرائيل بالنسبة إلى الولايات المتحدة وفي المحادثات النووية مع إيران وأوضح الوزير كاري أنه والجنرال المتقاعد جون ألين عرضا على الجانب الإسرائيلي اليوم عدة مقترحات تتعلق بالترتيبات الأمنية في إطار التسوية الدائمة مشيرا إلى حصول تقدم ما في جولات المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية قتل ثمانية أشخاص وجرح خمسة وستون نتيجة اشتباكات شهدتها بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى الاشتباكات دارت فجرا بين ميليشيات موالية للنظام وأخرى معارضة له وبعد رصد عمليات تسلل لعناصر من ميليشيات الدفاع الذاتي المناهضة للنظام في حي قرب المطار أفق ما أفاد به ضابط كبير في القوات الأفريقية وعلى إثر ذلك انتشر 250 جنديا فرنسيا في بانجي وذلك قبل ساعات من قرار أممي يتيح للفرنسيين التدخل العسكري هناك رأى قائد الجيوش الأمريكية الجنرال مارتين ديمسي أن توقيع المعاهدة الأمنية بين أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية لا يمثل مشكلة لوجستية بقدر ما هو مسألة ثقة ديمسي حذر من أن التأخرة في توقيع المعاهدة سيؤدي إلى انفراط عقد التحالف كان مجلس اللوياجيرغا قد وضع شروطا كثيرة منها إطلاق السجناء الأفغان من معتقل جوانتانمو لتوقيع المعاهدة ختم أخبار الموجس عودة إلى متابعة النشر العراقية السورية تضربت المواقف وردود الأفعال حول تصريحات رئيس المجلس العسكري في الجيش الحر اللواء سليم إدريس لسيما لجهة مقاتلة تنظيم القاعدة والمشاركة في مؤتمر جينيف 2 بدورها الجبال الإسلامية التي تأسست منذ أيام أعلنت أنها لا تتبع الائتلاف السوري المعارض واعتبرت هيئة الأركان العامة في الجيش السوري عاطلة عن العمل ولا تحظى بالتمثيل ما إن حدد موعد مؤتمر جينيف 2 حتى بدأت تتصاعد حدة الخلافات بين قوى المعارضة المسلحة على الأرض والإعتلاف السوري المعارض الجبهة الإسلامية التي أسست منذ أيام وضمت أكبر القوى الإسلامية المسلحة أعلنت انسحابها من هيئة الأركان العسكرية بسبب تبعيتها للإتلاف السوري المعارض على ما تقول ورأت الجبهة أن هيئة الأركان معطلة عن العمل ولا تحظى بالتمثيل هيئة الأركان بقيالة اللواء سليم إدريس نفت التصريحات الصحفية التي نقلت عن لسان الأخير والتي أعلن فيها استعداده لقتال تنظيم القاعدة في سوريا إلى جانب النظام إدريس أكد أنه لم يدل بأي تصريح للصحيفة البريطانية وأن الجيش الحر يرفض أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية التي قد يقرها مؤتمر جينيف 2 بيد أن خلافات المعارضة لم تقتصر على الأجنحة العسكرية فالانشقاقات السياسية تتواصل أيضا داخل الإتلاف المعارض ولعل سهير الأتاسي نائبة رئيس الإتلاف كانت آخر المتقدمين باستقالتهم على حال كان يفترض أن يكون معنا حول هذه المواضيع لتوضيحها رياض الأسعد القائد السابق للجيش الحر من الحدود السورية التركية ولكن يبدو أنه لا يجيب على الاتصال فتعذر إذن الاتصال به سينضم إلينا في هذه الأثناء من دمشق العميد المتقاعد تركي حسن أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد بداية كيف تعلق على كل ما يجري وعلى كل هذه الخلافات اليوم المحيطة بالمعارضة سواء الجناح العسكري أم حتى الجناح السياسي هذا ليس مفاجئا ما يجري من خلافات داخلية داخل مجموعة اتلاف الدوحة أو ما يسمى قيادة الجيش الحر أو المجلس العسكري ليس مفاجئا لأن هؤلاء على الأرض عمليا ليس لهم هذا التواجد فقد فقدوا كل تأثير على الأرض تقريبا وحدود تأثير المجلس العسكري لا يتجاوز 10 إلى 15% وأكون مبارغا في الرقم لأن من يسيطر على الأرض هؤلاء تلك القوى الارهابية التكفيرية الوهابية سواء كانت من داعش إلى جبهة النصرة إلى الجبهة الجديدة المشكلة التي هي الجبهة الإسلامية في سوريا أو جبهة الإسلامية كما شكلت من ستة فصائل مؤخرا هذه الجبهة التي شكلت مؤخرا هي التي عمليا لها على الأرض أقوى مما للجيش الحر وبطبيعة الحال الجيش الحر ينسحب من مواقعه ليتجه باتجاه إعلان الولاء إما لهذه الجبهة الإسلامية أو إلى مجبهة النصرة والدولة الإسلامية في الشام والعراق وبطبيعة الحال هذه المهمة كنا ندرك ذلك أنها ستذهب بهذا الاتجاه لأن الجيش الحر ليس نسيجا واحدا لا يقوده فكر بالأساس الجيش الحر هو عبارة عن لصق وتجميع قامت مجموعات من الاستخبارات الدولية يعني سواء كانت الاستخبارات الأردنية الاستخبارات السعودية القطرية التركية الفرنسية فعملت على تكوين جيش سمي جيش حر كانت تمويله قطر وكانت تطلط خلفه أيضا آنزاك السعودية هذا الجيش الحر الذي سمي جيشا حرا مجموعة من الفرن من الجيش سواء كانوا ضباط أو عسكر والتحق بهم مجموعة من المدنيين لا جامع لهم سواء أنه تحت مسميات وهو قال كذلك سليم أدريس منذ عدة أشهر أن هؤلاء لا أستطيع أن أقودهم لأنهم مجموعة من الناس الفرين من الجيش وبنفس الوقت أو المدنيين الذين يريدون السلاح والمال وأنا لا أسيطر عليهم وهذا شيء طبيعي وأنا على قناتكم الكريمة منذ عدة أشهر عندما سئلت حول جوبر لماذا كذا الأخير قلت لا يوجد جيش حر في الجوبر عندما دخلت جبهة النصرة إلى جوبر خيرت الجيش الحر أو ما هم من يتبعون الجيش الحر بين أن يكونوا ينضموا إليهم أو أدوات لديهم أو أن ينسحبوا من هناك حتى لم تسمح لهم بأن يأخذوا أهاليهم من المنطقة وبالتالي هذه الظاهرة أن الجيش الحر يتداعى نعم أنا قلتها أكثر من من أن الجيش الحر ينفرط عقده وهناك له سلاسة اتجاهات إما أن يتجه سواء بإرادته أو بالقوة أو تحت إغراءات المال والسلاع لأن ينضم إلى جبهة النصرة أو داعش إحدى هذين القصيلين أو أنه يتجه لأن ينضم إلى الجبهة الجديدة بتشكيلاتها سواء لواء جيش الإسلام أو لواء أحرار الشام أو لواء الحق أو أنصار الإسلام أو إلى آخرين مجموعة ستة المكونة لهذه الجبهة ولأن هناك إمكانية مادية تدفع لهم أكثر أو سيطرة على المكان أكثر أو أن الحالة الثالثة قسم منهم قد وعى لدوره ولنفسه وخاصة في الأشهر الأخيرة فقسم كثير منهم قد سوى وضعه وعاد إلى كنيف الدولة والعفو الذي أصدره السيد الرئيس المرسوم سبعين ثم تبعه بمرسوم رقم واحد وسبعين الذي أتاح لهؤلاء العودة وتسويت أوضاعهم ويكفي أن آتي لمثال واحد في الأسبوع الماضي آخر الأسبوع الماضي فقط سلم نفسه من هؤلاء ما يسمى الجيش الحر وهذه التنظيمات ألف وثمانمئة شخص فقط في محافظة الحسكة وسووا أوضاعهم وهذا الحبل على الجرار في كل المحافظات وبالتالي أنا لا أجد أن هذه الخلافات التي نشأت في قيادة الائتلاف أو حتى في قيادة المجلس العسكري أنها ذات أهمية لأنها بالأساس لا تحكم فهي عبارة عن هياكل صنعت في الخارج وتبقى هذه الهياكل الآن يعتمد عليها في بعض المحاور وأعتقد أن السعودية بعد أن تسلمت الدور في بعض قطر في الشهر السادس ومثلا لن تعمل بأدوات كانت تعمل بها قطر وتركيا وبالتالي غيرت حتى في قيادة الائتلاف فأتت بالجربة بدلا للقيادات السابقة وتعتبر أنها تقود مباشرة عسكريا من خلال الجبهة التي شكلتها مؤخرا وهي هذه الجبهة بطبيعة حال لها علاقة مع داعش ولها علاقة مع جبهة النصر وإنما من أجل الإعلام الخارج ومن أجل الخارج ولكي لا تتورط وتصلنا في الجبهة الإسلامية تحت تأثير المجتمع الدولي والغرب أنها منظمات إرهابية فحظرت أن تنضم هذين الفصيلين إلى هذه الجبهة أنا أسوق ما جاء به وزير دفاع ما يسمى سليم أدريس وسليم أدريس يدبع إلى هذا الوزير الدفاع الفار أسعب مصطفى منذ عدة أيام على العربية ذكر أن داعش لديها من المسلحين الأجانب خمسة آلاف مقاتل وهو ما يذكره أسعد مصطفى ما يذكره سليم أدريس خمسة آلاف وخمسمائة مقاتل إضافا إلى مئتين وخمسين شيشاني هؤلاء الشيشانين من المجرمين الكبار في العالم ومشهورون بإجرامهم وبنفس الوقت هناك ألفي مقاتل في الشمال هم تورطوا مع تنظيم داعش وهناك خمسة عشر ألف شخص يعملون مع داعش أو مع تنظيم الدولة بشكل سواء بالإغراء أو بالإقناع أو بالإجبار أو بالخوف من وجودها لأنهم يقعون تحت سيطرتهم وبالتالي هذه الأرقام أن الجيش الحر يمكن أن يصبح مستقبلا أن يعود ويقاتل مع الجيش العربي السوري الجيش الحر أؤكد لك أن بعض فصائل الجيش الحر وبعض المنتسبين إلى الجيش الحر نعم قاتلوا إلى جانب الجيش العربي السوري في مناطق معينة لا بل سهلوا دخول القوات السورية إلى بعض المواقع وقسم منهم الآن ينتظر دخول الجيش إلى هذه المواقع من أجل أن ينظم إلى الجيش العربي السوري سيادة العميد أنت نقلت الآن بشكل مفصل واقع الجيش الحر يعني ربطا بالكلام الذي قاله سليم إدريس والذي نقل عنه تحديدا أنه استعداده للتحالف مع الجيش النظامي لمقاتلة القاعدة لكنه عاد ونفى ذلك ولكنه أكد الاستعداد لمقاتلة كل من هو غير سوري من المسلحين في سوريا يعني هذا الكلام غير منطقي لم يعد منطقي الآن لا أنا أؤكد أنه منطقي سليم إدريس قال شيء وعاد عنه لأنه أجبر على العودة عنه هل قالوا بداية؟ يعني هو نفى أنه قالوا أصلا هذا التقرير قدم من قبل سليم إدريس الذي ذكرته إلى المخابرات الأمريكية وإلى الخارجية الأمريكية ونشرت قسمة منه صحيفة الواشنطن بوست غير الصحيفة البريطانية التي ذكرت أنه أعطاها تصريحا وهذه المعلومات شبه مؤكدة وبالتالي هو يعمل على ذلك وأنا أؤكد لك أكثر من ذلك سواء سليم إدريس قال ذلك أو لم يقول الجيش الحر على الأرض هناك اتصالات يجريها مع القوات المسلحة ومع الأجهزة الأمن ومع الدولة من أجل أن يسووا أوضاعهم وذكرت لك مثالا بسيطا واحدا أنه في محافظة واحدة محافظة الحسكة وهي محافظة صغيرة ألف وثمانمائة واحد سلموا أنفسهم في يوم واحد وهناك أعداد كبيرة تسلم أنفسها في المناطق الأخرى حتى في مناطق التواجد التي يتواجد بها الجيش الحر بعض بقاياه للجيش الحر من لم يذهب باتجاه الفصائل المتشددة أو من لم يعود إلى كنف الدولة وهذه حركة الوعي المتنامية التي أصبحت ضمن فصائل الجيش الحر هي منذ محاولة أو منذ التهديد الأمريكي بالغزو السوري بعضا منهم وعوا لهذه المسألة وعادوا إلى وطنهم والبعض الآخر كان ينسج علاقة قبل هذه المدة وهذه بطبيعة الحال هي من الأشياء المعترف عليها التي تعمل بها أجهزة الاستقبارات والأمن وبنفس الوقت القوات المسلحة تجري اتصالات مع أبنائها والعفو الذي أصدره السيد الرئيس هو في هذا السياق أن يلقى بالحبل لهؤلاء الناس للعودة وبالتالي القناعات التي تشكلت لديهم والتي تطورت فيما بعد لأن يصبحوا أن يعودوا عن الطريق الخاطئ الذي سلكوه وحملهم للسلاح والتمرد على الدولة والانخراج في هذه المجموعات الآن هذا الطريق أصبح مسدودا القوات المسلحة تفرض واقعا على الأرض وبالتالي على هؤلاء أن نتلقفهم وأن نعيدهم إلى كنف الدولة والدولة هي أب وأم فهي حانية وأم الرؤوم هناك ما يسمى بالجبهة الإسلامية اليوم وهي التي تأسست منذ أيام يعني بداية حدثني ماذا يمكن أن يكون في توقيت ظهور هذه الجماعة التي تأسست منذ أيام ماذا بداية عن ظهور هذه الجماعة ستة علاء العام الماضي شكل في الشهر السادس جبهتان جبهتان إسلاميتان جبهة من 21 فصيل وجبهة أخرى من 11 فصيل وهي الجبهة الإسلامية السورية والآن هذه الجبهة الإسلامية الآن التي تشكلت من جديد هي مشكلة اعتبارا من 21 كانون تاني 2012 عمليا إلا أنه خرج منها فصيل واحد وبعض الكتائب الصغيرة وبقيت هذه الفصائل الستة هي نفسها نفسها أعادت وانضمت تحت مسمى جبهة إسلامية عمليا هي عبارة عن زوبعة إعلامية على الأرض هناك تطاحن على المناطق وعلى السيطرة لا يوجد هناك جبهة بمعنى قيادة مشتركة لا يوجد هناك هيكل تنظيمي موحد نعم وزعوا مهام وأنا قرأت الأسماء كيف وزعوا المهام من هو المسؤول العسكري ومن المفتي ومن إلى آخره هذه شكلية من حيث القيادة ولكن اليوم يقال أن هذه الجبهة باتت هي الأكثر قوة على الأرض وتمثيلا أيضا إذا كان الجيش الحر هو كان غطاء كل الفصائل التي خرجت على الدولة سواء إرهابية أو من ضلل به وغرر به وهذا القربوش قد انتهى هذا الجيش الحر قلت لك أنه ينفرط عقده وبالتالي ذهب هؤلاء الناس باتجاهات شتى وذكرت أنه قسم ذهب باتجاه التطرف سواء كان باتجاه الدولة الإسلامية في الشام والعراق داعش أو سواء من ذهب باتجاه أبو محمد الجولاني جبهة النصرة أو من هم من شكلوا فصائل دعيني لأكمل معلش فصائل جديدة تحت هذه الجبهة الآن هؤلاء كل هذه الفصائل سواء كان لواء أحرار الشام أو جيش الإسلام أو المجموعة لواء أنصار الإسلام أو الحق أو إلى آخره كلها تحمل نفس الفكر وبالتالي أن تجمع من قبل المشغل وهو السعودي بطبيعة الحال هو أمرهم بأن يشكلوا هذه المجموعة وأن ينضموا وأن يتحالفوا وأن الجبهة مهمتها الأساسية هي في غوطة دمشق أو حول دمشق وفي منطقة القلمون في الدرجة الأساس لأن ما هو ظاهر على السطح أن السعودية تعول على تأجيل مؤتمر جينيف أو حتى أن تعمل شيئا ينجاز ما قبل مؤتمر جينيف للمقرر عقده في 22 من الشهر القادم وبالتالي سواء في إنهاك الدولة أو في إضعاف الدولة أو حتى في تحقيق إنجاز ما يمكن أن يرسمل على طاولة جينيف أيضا في المعلومات أن اتصالات كانت مع الأمريكيين اتصالات لهذه الجبهة مع الأمريكيين أو بالأحرى الأمريكيون اتصلوا بهذه الجماعة كيف يفهم أيضا هذا الموضوع لا يوجد تنظيم إرهابي أصولي ما لم يكن للمخابرات الأمريكية اتصال به وهذا طبيعة الحال إذا لم تكن هي من أنشأته فإذا كان من يقود هذه الجبهات سيادة العميد فهمنا سعر السعودية فهمنا سعر السعودية لإنشاء هكذا جماعات أو تمويل هكذا جماعات ولكن اليوم ما دور واشنطن أنا أعتقد أنها تنظر واشنطن الآن كما يبرر لها وكما ظللت سابقا في الملف الكيميائي السوري كما ظللت حول النظام كما ظللت حول الرئيس وأسقاطه كما ظللت حول أسقاط الدولة بنفس الوقت من قبل قطر والسعودية وتركيا وما شابه والتقارير التي قدمت لها أعتقد أنها الآن كمان تعود الولايات المتحدة ثانية لأن يقدم لها هذا الجسم العسكري الصولي التكفيري الوهابي أنه كبديل عن داعش وجبهة النصرة يعني الجبهة الإسلامية هي تأتي هل هي ممكن أن تكون كما حكيها أيضا لضرب داعش والنصرة هكذا يقدم للأمريكيون هكذا يقدم إلى الأمريكي أن هذه يمكن أن تكون الأدات العسكرية الحاسمة في ضرب الإرهاب الذي صنف إرهابا عالميا جبهة النصرة بشقيها والقاعدة قبل منها وبالتالي لن يطول الأمر كثيرا حتى تنضم هذه الجبهة إلى أن تصنف أيضا كداعش أو كجبهة النصرة أو كالقاعدة لهذه الدرجة يمكن خداع الأمريكيين سيادة العميد ألم يخدعوا ثلاثة أعوام إذا ذهبت إلى التقارير الآن التي تتسرب من الإدارة الأمريكية يقولون أن القطر أعلمتنا وكذا وقادتنا إلى هذه المسألة السعودية أعلمتنا وقادتنا إلى هذه المسألة الأتراك أعلمونا وقادونا إلى هذه المسألة وورطونا وورطونا بأن النظام شهر 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 شهرين ثلاثة أشهر الآن الأمريكيون بأدواتهم وباستخباراتهم يقولون لهم لا هذه المسألة غير صحيحة وأن النظام قوي وله قدرة وكانوا يعوينون على انشقاق الجيش وكانوا يقولون لهم أن الجيش يجيب الجيش العربي السوري هو في جيبنا وبالتالي يمكن أن نشق الجيش ويظهر ضابط يعني السعودية اليوم قادرة على ربما وقف أو تعطيل جنيف اثنين هل لديها هذه القوة لإلى هذه الدرجة تفضل لا السعودية ليست قادرة ولكن جنيف اثنين سيعقد نعم تم تأخيره من أجل السعودية لأن لا مانع لدى الأمريكي أن يحصل السعودي إنجازا ما على الأرض يقدمه في الجنيف ويرسمل فيه النتائج الأمريكيون اقتنعوا مئة في المئة مع الروس وشكلوا شراكة أن الوضع في سوريا لن يحل بهذه الطريقة وعليهم أن يذهبوا إلى حل سياسي وبالتالي هذه المدد الزمنية التي كانت تعطى لأولئك المشغلين أو لمن يقود الحرب على سوريا سواء كانت قطر أركيا أو السعودية الآن هذه المدد انتهت وعندما نقول أن للسعودية الآن دور هي أعطتهم هذا الدور وأخرت في مؤتمر جنيف تعلمين أنه صدر في البدء أنه قد يكون في 15 تشرين أول ثم في نهاية تشرين أول ثم في 15 تشرين تاني ثم في 24 تشرين كانون أول والآن في 22 تشرين كانون تاني إذن هذه المدد الزمنية التي تطول هي لأعطاء لهم دور وكانوا يعولون على معركة الغوطة كما جرت مؤخرا ويعولون على معركة القلمون ولكن معركة الغوطة انتهت إلى غير ما يرجوه وانتهت لصالح الجيش العربي السوري مئة في المئة ومعركة القلمون أنا أؤكد لك أنها ستنتهي إلى صالح الجيش العربي السوري على حال الحدود السورية التركية ولكنه كما ذكرنا لم يجب على الهاتف كنا نود منه الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه المواضيع سيادة العميد التركي حسن العميد المتقاعد كنت معنا مباشرة من دمشق بدقيقة بعشرين ثاني بعشرين ثاني بشكل سريع لا رياض الأسعاد ولا سليم إدريس ولا هؤلاء لا يسكلهم قيادات هؤلاء هم عبارة عن أشخاص أدوات يسيرون وأعتقد أنك لو دققت في أقوال يعني متفرقة لرياض الأسعاد أو لسليم إدريس ستصلين إلى هذه النتيجة العميد المتقاعد تركي حسن كنت معنا مباشرة من دمشق شكرا جزيلا لك لا يزال ملف الكيميائي السوري ينتظر الفرج عقبات كثيرة تقف دونه الوضع الميداني على الأرض من جهة وعدم قبول أي دولة تدميره على أراضيها من جهة أخرى تنتظر البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية موافقة أحد الدول على استخدام موانئها لتعبئة أكثر العناصر الخطرة في الترسانة الكيميائية السورية على سفينة أمريكية لتدميرها في البحر بحسب رئيسة البعثة سيجريد كاغ وعن إمكان استخدام ميناء البحر المتوسط لم تضح كاغ الأمر وأشرت إلى مناقشة تجري حاليا على أن يكون لدى المنظمة تأكيد من أحدى الدول في وقت قريب كاغ لم تحدد اسم الدولة التي تجري المحادثات معها ما زلنا ننتظر موافقة دولة عضو للتحميل عبر موانئها كما تعلمون القضايا الجغرافية مهمة على هذا الصعيد ونأمل أن نحصل على هذه الموافقة قريبا الولايات المتحدة بدأت بإدخال تعديلات على سفينة لسلاح البحرية ليكون بمقدورها تدمير 500 طن من المواد الكيميائية وتحييدها في البحر مع مواد كيميائية أخرى في عملية تعرف باسم التحليل المائي إيطاليا والنروج والدنمارك عرضت نقل المواد الكيميائية السورية من ميناء اللادقية شمال سوريا بحراسة عسكرية لتنقل بعد ذلك إلى السفينة الأمريكية في ميناء آخر وسط كل ذلك تبقى إرادة الحياة في سوريا أقوى من كل الأزمات فهناك يلقى ركوب الدراجات الهوائية رواجا في دمشق هربا من زحمة السير بسبب التدابير الأمنية وتوفيرا للوقود والوقت تقرير لزهراء الديراني دار دولاب الأيام وعادت الدراجات الهوائية إلى الشارع الدمشقي تصابق البسكليتة وسائل نقل أطلت الإجراءات الأمنية مسيرها لساعة وساعة منهمكا يبدو عدنان جمعة في ورشته من خسائر الأزمة السورية جنى هذا التجير أرباحا وزبائنا جددا من أساتذة جامعات وطلب بسبب عجلة الطرقات والشوارع عجلة السيارات المكاري زحمي زادت عنا نسبة المبيعات أكثر من قبل بكتير وصار جينا زبائن جديدي مثل طالبات جامعة أساتذة جامعة أساتذة مدرسة هذا المشهد لم يكن مألوفا قبل الأزمة قررت رانيم الطالبة الجامعية أن تجتزى كل الحواجز الاجتماعية لا تعنيها نظرة الاستغراب والدهشة فجل ما يهمها أن تصل إلى مقصدها بأسرع وقت ممكن هذا التقاليد مجتمع رافض القصة ظروف كانت أقوى منا اقتنعنا بالنهاية نجيب البسكولات جبناها سنطلع فيها كل يوم على الجامعة مشاويرنا كانت الفكرة كتير ضريفة الدراجة لا توفر عند آخرين الوقت والوقود فحسب بل تنقذهم من جحيم المواصلات كما يقول عبد المجيد المواصلات وعلى المكاري وعلى السيارة أنا كان يأكل معي الطريق من بيتي على الجامعة تقريبا ساعة ونصر الساعتين طبعا مع هذا العذاب بالوقفة والاستني وهذا المكرا طلعك وهذا المكرا ما طلعك هلأ على البسكولات تقريبا صلي شي سبعة شهر عليها يعني صار من ساعة ونصر تلت ساعة ينطلق المواطن السوري إلى الأمام يحاول أن يتعايش مع أزمة تسير عجلاتها على طريق مجهولة المعالم ماذا عن الاقتصاد في سوريا عبدالله ظاهر والتفاصيل أهلا بكم خسائر الصناعة السورية تتزايد وتتعدد في مختلف القطاعات قيمة الأدرار الأولية في القطاع العام الصناعي بلغت واحدا وسبعين مليار ليرة سورية توزعت على مائة وستة عشر من المعامل والشركات تقرير صادر عن وزارة الصناعة السورية أظهر أن معظم المصانع خرجت من العمل بسبب التدمير وصريقة المواد الأولية وبعض المصانع توقفت بسبب الصعوبة في الوصول إليها طلبت وزارة الاقتصاد السورية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعادة النظر في سياسة تحرير التجارة والأسعار والأسواق الوزارة دعت إلى فرض رقابة على الأسواق وحماية المستهلك والعودة إلى تحديد الأسعار وتطوير منافذ بيع التجزئة وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير خلال العامين الماضيين حيث أضعف التضخم من قدرات السوريين المادية بدأ مجلس إدارة صندوق التخفيف من أثار الجفاف والكوارث الطبيعية صرف تعويضات للمزارعين الذين تضررت محاصيلهم من عوامل الطبيعية والتي تصل إلى 108 ملايين ليرة سورية وأدى البردو والأمطار الغزيرة إلى تضرر محاصيل القمح الشعير العدس والحمص موضحا أن المجلس وافق على التعويض لمزارعي التبغ بعد تعرض إنتاجهم لأضرار طبيعية هذا كل ما لدينا من أخبار نحاول اقتصاد سوريا ننتقي بعد قليل مع أخبار اقتصادية للعراق شكرا لك عبد الله من جديد أهلا بكم مع تركيزه على قتل المدنيين في الشوارع والمقاهي والسحات والمنازل تحاول الجماعات الإرهابية في العراق الانتقال إلى مرحلة جديدة في عمليات القتل وتتمثل في محاولات احتلال المواقع الأمنية الرسمية عبر استخدام الهجمات الانتحارية هذه المحاولات التي تضاف إليها الآن محاولات التركيز على مناطق تحمل أبعادا سياسية داخلية في العراق كمدينة كاركوك التي كانت في الساعات الماضية هدفا لهجمات إرهابية أودت بحياة العشرات تبعتها تباينات بين الحكومة المركزية والبشمرك الكردية حول مسؤولية الأمن في كاركوك نبدأ أولا بقضية الأسلوب الجديد للعملية الإرهابية ولكن قبل الدخول في تفاصيل الملف العراقي الداخلي نتطرق إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لطهران والتي بدأها أمس فاليوم التقى المالكي مرشد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني الذي قال إن وظيفة طهران وبغداد تكمن في الدفاع عن إرادة شعب السوري في المؤتمرات الدولية وشدد روحاني على أن جناف اثنين يجب أن يركز على إخراج الإرهابيين من سوريا وتهيئة الأرض لإجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية المالكي من جهته أمل أن تصهم الاتفاقية الأخيرة في جناف بإيجاد حل للأزمات التي تعصف بالمنطقة كان التقى أيضا مرشد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي وحول هذه الزيارة ولقاءات المالكي في طهران ينضم إلينا من طهران مراسل الميادين رضا ألباشا أيضا رضا ماذا في المعلومات حول هذه الزيارة عن زيارات ولقاءات هذه الزيارة للمالكي والتي تأتي بعد سلسلة زيارات لوزراء خارجية تعدى الدول نعم علا لا يمكن فصل زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى طهران عن الزيارات التي سبقت هذه الزيارة وأقصد فيها زيارة رئيس الوزراء السوري والحلقي ووزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو وكذلك زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى طهران والتي كانت على مدار العشرة أيام الماضية بالنسبة لهذه الزيارة ركزت كما في تفاصيل الزيارات السابقة على الملف الأمني في المنطقة وضرورة إعادة الاستقرار والأمن إلى هذه المنطقة في ظل تنامي التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ولعل ما بحثه المالكي كان دقيقا خاصة في ظل تنامي الإرهاب والعمليات الانتحارية التي تشهدها العراق في الفترة الأخيرة حسب ما علمناه بأن المالكي بحث التعاون الأمني كيف يمكن لإيران أن تساعد العراق في مواجهة الإرهاب ومواجهة التطرف والجماعات الإرهابية إلى داخل الأراضي العراقية كان سابقا وزير الدفاع العراقي في زيارة سابقة له إلى إيران قال بأن إيران يمكن أن تدعم العراق بطائرات تجسس لضبط الحدود العراقية لعل هذه تكون إحدى الخطوات التي يمكن أن تقدمها إيران وإحدى المساعدات التي يمكن أن تقدمها إيران للعراق في مواجهة التطرف والإرهاب من جهة كما ركزت الزيارة على ضرورة مواجهة التطرف والإرهاب الموجود في سوريا والذي يهدد أيضا العراق ويعتبر من أحد أهم الأسباب لتنامي العنف والتطرف في العراق وكيف يمكن للحليفتين إيران والعراق أن يرسقا بشكل أفضل لمواجهة هذا التطرف الذي يخرج من سوريا حليا باتجاه الدول الجوار وكيف يمكن لمؤتمر جينيف 2 أن يخرج بأفضل نتائج ممكنة تساعد البلدان على الخروج بأقل الخسائر من الأزمة السورية وانتشار التطرف الذي يخرج من سوريا رضا الباشا مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من طهران شكرا جزيلا لك محاولة اقتحام مركز الاستخبارات العراقية في كاركوك تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي يشنها تنظيم القاعدة وهي عمليات مختلفة من حيث طريقة التنفيذ عن العمليات الانتحارية والتفجيرية التي ينفذها التنظيم بشكل شبه يومي في مناطق متفرقة من العراق محمد محسن والتفاصيل هذا الدمار في أحد المجمعات التجارية في كاركوك لم يكن سببه الوحيد السيارة المفخخة التي انفجرت على مقربة من المبنى بل ايضا اشتباكات جرت داخله وانتحاريون فجروا انفسهم هو ليس نمطا معتادا من العمليات التي ينفذها تنظيم القاعدة في العراق دخول المركز التجاري كان بحسب الامنيين مقدمة لاقتحام مركز الاستخبارات العراقية المجاور في كاركوك من وقت لاخر يشن تنظيم القاعدة عمليات غير اعتيادية في نقاط من المفترض انها محصنة امنيا ربما يعد اقتحام مراكز الشرطة في راوى والرقب الواقعتين في نطاق محافظة الامبار غرب العراق اصغرها واقلها خطورة بالمعنى الامني قياسا بعملية اخرى عدت كارثة امنية وجرت قبل اشهر عندما اقتحم مسلح القاعدة وزارة العدل في بغداد وقتلوا عددا من موظفيها وهموا باقتحام وزارة الخارجية من دون ان ينجحوا في ذلك في تموز يوليو الماضي هرب الالاف من قادة تنظيم القاعدة وعناصره من سجن بغداد المركزي في ابو غريب بعدما اقتحمته مجموعات من القاعدة وما زال الجدل يدور حول كيفية هروب سجناء القاعدة من سجن التاجي وسط معلومات مؤكدة تحدثت عن وصول جزء كبير من السجناء الفارينة الى مناطق في شمال سوريا وشمالها الشرقي وعن قتالهم الى جانب تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام وخصوصا خلال المعارك مع قوات حماية الشعب الكردي العمليات النوعية للقاعدة كانت تقارير استخبارية قد حذرت من وقوعها في ظل تواتر مؤشرات ومعلومات عن نية التنظيم العودة بفعالية الى ساحة الحرب في العراق ربطا بمعاركه في غير دولة اقليمية وخصوصا سوريا ومن بغداد ينضم الينا عضو الهيئة الاعلامية في اتلاف دولة القانونة السيد عمار الحمد سيد عمار اهلا وسهلا بك معنا يعني اسلوب جديد يتبع غير اعتيادي في نقاط يفترض انها محصنة امنيا ما الذي تريد ايصال هذه المجموعات طبعا العمليات الاخيرة التي بدأت تقوم بها هذه الجماعات المسلحة الارهابية لا تقدم او تريد ان توصل رسالة واضحة رسالة الى انه هناك قدرة وهناك امكانيات لدى هذه الجماعات على الهجوم ونلاحظ الاهداف النوعية التي يحاولون استخدامها العملية يوم امس في كاركوك لم تكن عملية اعتيادية ارادوا من خلالها ايصال رسالة خصوصا وانه نحن نعرف جيدا بانه محافظة كاركوك هي ذات طابع او ذات طبيعة سكانية مختلطة وهناك خلافات ربما حتى سياسية في هذه المحافظة انحكست خلال الفترات الماضية استهداف مبنى الاستخبارات وهذا التصعيد في الموقف جعل انه هناك اطراف تحاول ان تتدخل في كاركوك وان تجعل هناك عدم استقرار في كاركوك تهديد البيش مرقى الحكومة المركزية عليت بانه قوات العراقية المتواجدة هناك هي التي من مسؤوليتها الحماية اذا هذه الجماعات الارهابية تريد ان توصل رسالة انه هناك ارباك في المشهد الامني هناك ارباك في المشهد السياسي رغم انه مثل هكذا عمليات باستطاعة هذه المجامع القيام بها واقتراقها حتى ولو كانت هناك تتصلاق ولكن هذا صحيح سيد عمال هذا الارباك موجود وواضح في العراق سواء السياسية ام لا نعم ولكن العمليات الانتحارية عزيزتي التي تستهدف اماكن حساسة واماكن معينة المراد منها ايقاع اكثر عدد من الضحايا في صفوف القوات الامنية وايضا في صفوف المدينيين المتواجدين في مناطق قريبة من اجل اثارة الرأي العام اذا اين هي الخطط الامنية اين هي الخطط الامنية اذا للحماية سواء المقرات ام السكان هناك موجودة خطط امنية وهناك تعزيزات امنية ولكن عمليات الانتحارية كما قلت لك في العرف العسكري وفي العرف الامني عندما تكون عمليات انتحارية هي عمليات تستهدف هناك اناسهم يريدون الموت هم قادمون من اجل تفجير نفسهم وايقاع خسائر لا يمكن ان تنجح الخطط الامنية في ظل مثل هكذا عمليات الا بنسب قليلة والشواهد موجودة في دول عديدة ليس فقط حتى في العراق هناك دول عديدة اخترقتها هذه الجماعات المسلحة من خلال القيام بعمليات انتحارية وعمليات ارهابية لارباك المشهد السياسي لكن المطلوب الان التكاتف ما بين القوات الامنية في هذه المناطق عدم التصعيد الاعلامي من قبل بعض الجهات السياسية خصوصا في كاركوك وفي باقي المناطق الوضع لا يحتمل التأزيم بقدر ما ان يكون هناك رؤية واضحة لكيفية اعادة الاستقرار واعادة الثقة لدى المواطن بالبعض من هذه القوات الامنية في تلك المناطق هل افهم منك انه ربما ستكون كاركوك نقطة خلاف اليوم بين الحكومة المركزية واربيل كاركوك هي كانت خلاف الاخوة الاكراد خلال الفترة الماضية الحكومة المركزية لم تكن تريد تصعيدا في المواقف السياسية خلال الفترات الماضية ولكن التفجير يوم امس الارهابي وتصريح بعض قيادات البيش مرقى بانه على استعداد هذا المفروض لا يصدر منهم هذا الكلام في الوقت الحاضر المهمة الان هي تعزيز الاجراءات الامنية في تلك المناطق من قبل الحكومة المركزية ودعم التقديم الدعم اللوجستي أو تقديم الدعم المعنوي لهذه القوات لا التصريح بامور ربما تؤزم الوضع السياسي خصوصا وانه العراق مقبل على انتخابات مفصلية في 30 نيسان الوضع منذ الان لا يحتمل التصعيد يجب ان يكون هناك تهدئ خصوصا وانه هذا ما تبتغي هذه الجماعات الارهابية هي تريد كما قلت زعزعت الوضع السياسي قتل المدنيين وايضا جعل ارباك ما بين الكتل السياسي وصراع يصل الى الصراع السياسي والصراع الاعلامي بين هذه الكتل اذا هذه هي الرسائل للمجموعات في كاركوك كيف تنظرون لقرار حكومة اقليم كردستان ارسال قوات البشمركة الى كاركوك وهل تم بالتنصيق مع الحكومة المركزية في بغداد لحسب معلوماتي لحد هذه اللحظة لم يكن هناك تنصيق مع الحكومة المركزية كان هناك تصريحات لبعض القيادات في البيشمركة مثل جبار الياء والرئيس البيشمركة وغيرهم منها القيادات الكردية التي قالت بانه بامكانها ارسال تعزيزات للقوات الامنية الموجودة في كاركوك ولكن هناك قوات من الحكومة المركزية وقوات الجيش العراقي المتواجدة في كاركوك قيادة عمليات دجلة باستطاعتها حماية كاركوك وتوفير الامن للمواطنين في كاركوك المطلوب الآن تكاتف الجهود لا محاولة فتح ثغرات في الوضع السياسي في كاركوك السيد عمار الحماد عضو الهيئة الاعلامية في اتلاف دولة القانون كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا جزيلا لك رجحت وزارة البشمركة في اقليم كردستان العراق ان يتقدم محافظ كاركوك بطلب لاستقدام قوات من حرس الاقليم لحماية المحافظة بعد سلسلة هجمات تعرضت لها مؤخرا ومن المعروف ان قيادة عمليات دجلة المشكلة من قبل رئيس الوزراء نور المالكي هي المسؤولة عن امن محافظة كاركوك رصاصات كانت كفيلة بعطاء الضوء الاغضر لاستقدام قوات خاصة من اقليم كردستان الى كاركوك المتنازع عليها بين بغداد واربيل قوات الامن المحلية لم تتمكن من حسم الموقف حتى قدوم قوات الامن الكردية بطلب من محافظ كاركوك بعدما رفضت مشاركة الجيش العراقي في عملية تحرير الرهائن نحن مستعدون للذهاب الى كاركوك اذا طلب منا ذلك وليس ببعيد ان يطلب محافظ كاركوك من رئيس الاقليم الدعم لان العمليات الارهابية هناك تزداد يوما بعد اخر اقليم كردستان وصف تدخل قوات مكافحة الارهاب الكردية بالدستورية وعلن ذلك بعدز القوات العراقية التابعة لعمليات دجلة عن القضاء على البؤر المسلحة محافظ الكاركوك عدم اعرف بان الجيش العراقي لم يتمكن القضاء على هذه العملية الارهابية التي جرت امس وبالتالي له الحق الدستوري في ان يقدم ان يحافظ على المدينة وبالتالي طلب المساعدة من قوات الاقليم استهداف مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية بعملية نوعية اثار قلقا من ارتدادات هذه العمليات على الاقليم الملاسق لكاركوك اربيل تعرض على بغداد مجددا تقديم الدعم والمساندة الى اجزة مكافحة الارهاب ولا سيما في المناطق المتنازع عليها حكومة الاقليم تدق ناقوس الخطر وتكشف عن ازدياد اعداد الانتحاريين في صفوف الجماعات المسلحة الانضاعف في كاركوك متوترة انا الاوان وبحسب المراقبين لاجاد ارضية مشتركة تعيد الاستقرار الى البلاد محمد كريم اربيل الميادين ابرز وعنوين الصحف العراقية صادر صباح هذا اليوم مع غراسيا بيتار السلام عليكم الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة العراقية نور المالك الى العاصمة الايرانية بالاضافة الى تضارب الانباء حول الجهة المجهولة التي نقل اليها الرئيس العراقي جلال طالباني هي ابرز عنوين الصحف العراقية الصادرة لهذا اليوم ونبدأها مع صحيفة المدى ومن ابرز عنوينها المسلحون تتجول في شوارع الموصل وترسل تعطل الدوائر الرسمية المسلحون يلاحقون خطوط نقل الموظفين في نينوى والشلل يضرب مؤسسات الدولة نختار عنوانا اجتماعيا من صحيفة المدى الطلاق في ميسان يرتفع خمسين في المائة والزواج المبكر والتكنولوجيا بعض اسبابه الى صحيفة العالم وفي ابرز عنوينها المالك في طهران لترتيب جونيف اثنين وجس نبض الولاية الثالثة في عنوين العالم كذلك صحيفة كردية تزعم خلو طابق الرئيس في المستشفى الالماني تضارب الانباء بشأن نقل طالباني الى جهة مجهولة الى صحيفة الزمان وفي ابرز عنوينها مقتل والي قاعدة الفلوجة الفار من ابو غريب على يد الشرطة انتحاريون وقناص يستهدفون مبنى استخبارات كاركوك والضحايا بالعشرات في عنوين هذه الصحيفة ايضا الدفاع يتسلم الدفعة الاولى امنية البرلمان تسليح الطائرات الروسية في ايلول المقبل من صحيفة الصباح ايضا نختار بعض العنوين المالكي يدعو الى توحد العالم في مكافحة الارهاب وصحيفة الصباح ايضا اختارت مقالة اجنبية عن صحيفة نيويورك تايمز بعد ازدياد مخاطر القاعدة في سوريا كروكر على واشنطن بدء الحوار مع الاسد نختم مع صحيفة الصباح الجديد وفي ابرز عنوينها العراق والبحرين يوقعان مذكر التفاهم سياسي وديبلوماسي وفي عنوين الصباح الجديد ايضا تقرير الطريق الى طهران يمر عبر لندن انباء عن اتصالات بين امريكا وحزب الله اللبناني بحسب صحيفة الصباح الجديد لكاتب اجنبي في معهد غلوريا هذه ابرز عنوين الصحف العراقية السلام عليكم هذا عن السياسة في العراق ماذا عن الاقتصاد فيها تفاصيل مع عبدالله ظاهر مرحبا مجددا اهلا بكم من جديد وقعت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية عقدم مع شركة سما الفرنسية للنقل الحويات المختلفة للأحجام من ميناء ام قصر الى مختلف محطات السكك ليتم نقل نحو 500 حاوية محملة بالبضائع شهريا الشركة العراقية اتخذت التدبير اللازمة لتهيئة العدد الكافي من القطارات والشاحنات المخصصة لنقل حاويات البضائع ما سيسهم برفض الاقتصاد العراقي بارادات مالية وتحقيق ارباح جديد العراق والاردن يتفقان على مد خط انبوب نفطي بينهما من مدينة البصرة عبر الاراضي الاردنية الى مرافق التصدير في ميناء العقبة وفد يضم وزراء الطاقة والثرو المعدنية والنقل والتجارة والصناعة يتوجهون الى بغداد خلال الايام المقبلة لوضع اللمسات الاخيرة ويعتبر الاردن والعراق المشروع استراتيجيا لكلهما من حيث توفير منفذ جديد لتصدير النفط العراقي ومساعدة الاردن على التزود بالنفط الخام بكلفة اقل ومن دون انقطع امريكا تستثمر في محافظة البصرة محافظة البصرة محافظة البصرة ماجد النصراوي وقع عقدا مع وفد يمثل شركة هيل انترناشنال الامريكية لاعداد التصاميم والخطط الاستراتيجية للعام المقبل لمشاريع البناء التحتية ستعمل الشركة الامريكية على ادارة مشاريع المحافظة من خلال وضع الاستراتيجيات لتخطيط البناء التحتية والتأهيل والاشراف على اعمال تصاميم المشاريع الاعمارية أنجزت شركة الحفر العراقية حفر واستصلاح 31 بئر نفطية في محافظة كاركوك خلال العام الحالي من مجموع 35 بئر خطط لحفرها هذا العام بحسب ما كشف مدير الشركة عبدالجبار يونس بكر الذي لفت إلى أن الشركة باتت تنافس الشركات العالمية التي تدخل البلاد في جولات الترخيص من خلال أسعارها المحلية ما يؤدي إلى توفير عائد اقتصادي جيد نكتفي بهذا من الأخبار الاقتصادية العراقية نشكر لكم حسن المتابعة عودة لك أولا شكرا لك عبدالله